السلام عليكم شابي بازينا إن شاء الله كاما تكونوا بخير وإن شاء الله كاما تكونوا على خير بلوما نطول عليكم اليوم رايحين ندخلوا فيديو المستبدلات فلنبدأ على بركة الله وحفظه كما عرفتم من قبل في المستبدلات كان نوعين النوع الأول هو مستبدل رقمي تماثلي وكان النوع الثاني هو مستبدل تماثلي رقمي نحن نبدأ بأول مستبدل هو مستبدل رقمي تماثلي هيا جمعة زينا ركزوا مع يمليح أول حاجة نسألوه روحنا وشي هو هذا المستبدل رقمي تماثلي مستبدل رقمي تماثلي هو عبارة عن تركيب إلكتروني رمز تعرق أووظفة حيكون على شكل مستطيل هذا المستطيل فيه عدة مداخل هذه المداخل تعطي لنا قيمة رقمية تحتوي معدة أبيات كما هذا الرقم اللي أعطيت لكم هو رقم يحتوي على ثلاث أبيات A0, A1, A2 معناته هنا بنظام ثنائي وإحنا خدمة يعني ما ترتكزش على نظام ثنائي ترتكز على نظام عشيري إذن وش معناتها؟ معنات هذه القيمة تمثلها قيمة A معناتك يعطي لك نظام ثنائي تحول مباشرة نظام عشيري بطريقة تحويل من نظام ثنائي إلى نظام عشيري هذا المستبدل رقم تمثل مداخل هو عبارة عن أرقام وش يرمزونه؟ يرمزونه برمزة دياز هذا بالنسبة للمداخل أما المخرج تعه وش هو؟ هو عبارة عن قيمة تمثلية قيمة تمثلية قادرة تكون الجهد وقادرة تكون التيار هذه القيمة الخمسة فولت، ستة فولت، عشرة فولت هذه يسميها قيم تمثلية والله في الناس الوقت يكون المخرج هو عبارة عن تيار إما V30 ولا E30 والجهود والتياب نرمزونه برمزة تقاطع إذن هذا هو وش هو الرمز وش هو المستبدل وش يدير هذا مستبدل يحول قيمة رقمية إلى قيمة تمثلية اللي هي V30 ولا E30 هيا جمعنا زيدونا فيه ممليح إذن بما أن مخرج V30 وش نكتبه بدلالة الآن إذن V30 ماذا يساوي المخرج؟ يساوي كوانتوم الجهد ولا كوانتوم التوتر ولا خطوة التوتر في المتغير الآن جماعة ما تقلقوش دعوكم نفهموش ما عندها كوانتوم تعالجه اللي هي خطوة التغير ما بين الرقم ورقم الذي يليه ما تقلقوش دعوكم تفهمو كل شي بكل بساطة هيا جماعة ركزوا منه بتفهموش ما عندها كوانتوم أعطيتكم مثال إذن وش هو هذا المثال يا جماعة؟ شوفوا المدخل التاعي وش عندي عندي الآن يتكوى مثالات أبيات معنا تقدر عندي رقم عندي رقم الأول ثلث أصفار رقم الثاني صيفر صيفر واحد رقم الثاني صيفر عشر صيفر واحد صيفر وأبدأ أحسب حتى التوصل آخر رقم واحد 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 حاب كل الرقم نمده في المدخل نشوف المخرج وش يساوي وبعدها أنتم ما رح تلاحظوا لي واحد الملاحظة ركزوا معامله إذن رقم الصيفر في نظام عشاري وش يكافو يكافو آزير وآواحد وآثنو وش يساوي ثلاث أصفار لو كان نقولكم باللي رح تقسط وش يلقيتو يلقيتو زير فولد كما حتقول يا أستاذ مدام أنه رقم صيفر الجهد شاوي زير فولد هنا ما كان حتى مشكل زيد نعطيكم الرقم الثاني كي رح تكتبتها رقم واحد بنظام عشاري وش معناتها بحديوه بنظام ثوني لازمني آزيرو مدلها واحد وآواحد مدلها زيرو وآثنين مدلها زيرو بنظام ثوني إذن كي قسطتها ثنين فولد حد لأنتو ما ملاحظتو حتى حاجة دركم بعدها رقم الرابع ولا خمسة حتلاحظو واحد الملاحظة وواحدكم تخرجو ليوشيها كوانتوم تاع الجهد إذن بعدها رقم الثنين بنظام ثوني وش يساوي يساوي سيفر واحد سيفر كي رحت القسط في صورتي وش يلقيتو ربعة فولد بديت توصلكم واحد الفكرة رقم الثلاثة بنظام عشاري حبت نشوف قيمة الجهد بتاعه بنظام ثوني وش يساوي لازم آ نمدلها واحد آ زير مدلها واحد آ واحد مدلها واحد وآ ثين مدلها زيرو إذن سيفر واحد واحد وش يساوي يساوي ستة فولد بعدها لو كان نجمع نقولكم ربعة بنظام عشاري كيف يمدل بي صورتي متأكد كاملا هتقول لي يا أستاذ رح يمدل ثمانية فولد إذن ربعة ẫ Formula F خطوة التوتر تم تغيير حجاره كوانتوم الجهد يعني فالت شجئ ما بين واحد وثنين يتغير بثنين وثلاث ما بين به 3 و 4 يتغير بثنين فولد رقم 5 يكيف هو تقول جهد ه homeowners يساوي رجل فولد 이었 forums و 속 trend آ 할게요 و وتضربها في رقم خمسة بنفس الطريقة رقم ستة وشية تسوي واحد واحد زيرو بنظام ثماني كي نحسبوها نجاوها اثناش فولت وآخر رقم اللي نقدو نوصله ليه اللي هو الآزيرو آ واحد وآ ثني بدل واحد 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 بنظام عشية وش تسوي تسوي سبعة إذا وش يسوي واحد 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 زيرو لو كنتوكم احسبوا الجهد في هذه الحالة في رقم سبعة رح تقول يو اسداد اربعة عطاش فولت إذا كيف حالكم تحسبوه إذا وش تخدمتو استخدمتو هذه العلاقة إذا وش يقول لك في المستبدل رقمي تماثولي إذا حاب تحسب الجهد الجهد وش يسوي يسوي يتعلق بي مقدار تغير ما بين رقم ورقم نسميه كوانطوم ولا نسميه خطوة الجهد في الآن لك حاب تحوص على القيمة انتعوا مثلا كما هنا وش يلقينا كوانطوم ما بين رقم ورقم وش يلقينا اثنين فولت مثلا لو كان نقول لك ست عطلي توتر المخرج عندها رقم ستة وش عاد تقول يا أستاذ ستة في كوانطوم في وتلقيها اثناش إذا في سورتي وش يسوي يسوي اثنين في رقم ستة ويسوي اثناش فولت نفس القيمة هذه اللي قيناه إذا كوانطوم الجهد والله سميه خطوة الجهد هي مقدار تغير من رقم الى رقم الذي يليه مباشرة هذه وش معتها كوانطوم الجهد جماعة ما تخلقوش دقوست تفهموا اكثر واكثر إذا جماعة إذا وش تقولنا وش هي الأسئلة اللي قادر تجيكم في المستبدلات الرقمية التماثنية قادر وش يطلب منك؟ يعطي لك كوانطوم بتاع الجهد ويعطي لك الرقم ويقول لك احسب في سورتي قادر يعطي لك طريقة العكسية وش يعطي لك؟ يعطي لك في سورتي قيمة المخرج ويعطي لك قيمة الرقمية ويقول لك خرج لكوانطوم ماذا يساوي؟ يساوي في سورتي المخرج على الأل وقعد السؤال الخير ش يمود لك؟ يعطي لك الكوانطوم التاع الجهد ويعطي لك تحسب ليي قيمة الرقمية إذا قيمة الرقمية تساوي في سورتي على قوانطوم في ألقة قيمة رقمية نجمع دي مانna نحسبوها بنظام عشي هذا بالنسبة للمستبدل الرقمي تماثنية إذا مستبدل الرقمي تماثنية است grams وظيفة يحول قيمة رقمية إلى قيمة تماثلية قادرة تكون التوتر وقادرة تكون التهيئة واش نسميه كذلك؟ نسميه Convertiser Numeric Analogic دياز واش معنتها رقمية؟ تقاطع واش معنتها تماثلية؟ جماعة زينا بها نفهمه أكثر وكثر أعطيتكم مثال بسيط جداً هذا المثال راح يزيد يسهلكم الفهم ركزوا معي ملاحنا جماعة في 80 رقم واحد واش تطلع لك؟ أعطى لك هذا المخطط الوظيفي وطالباً منك ما هو النوع هذا المستبدل؟ سؤال ثاني قال لك أحصب تيار الموافق للأرقام التالية هذه الأرقام طهلك بنظام ثنائي هنا واش لازم دير أول حاجة تحولها نظام عشرية؟ تطبق العلاقة حيث خطوة كوانتوم التيار تساوي 0.3 أمبر هنا أعطيكم خطوة تيار وهنا جمع ركز معي ملاحي المستبدل يمدوا لك باش يخدم يخدم بالتيار ماشي بالتوتر إذا القيمة المدخل وش هي قيمة رقمية فيها أربع أبيات من بي زيرو حتى بي ثلاثة والمخرج تعويه هي قيمة تماثولية وعبارة عن تيار إي سارتي معانتها ما نقولش في سارتي يساوي هنا واش نقوله إي سارتي وش يساوي كوانتوم التيار في قيمة رقمية هاي جمعنا بداو نحلو التمرين أول سؤال ما هو النوع المستبدل؟ كما كم تلاحظوا هذا المستبدل مدخل تعوي عبارة عن أرقام ومخرج تعوي عبارة عن قيمة تماثولية لها التيار إذن وش نسميه هذا المستبدل؟ هذا نسميه مستبدل رقمي تماثلي ووظيفة تحويل قيمة رقمية آن نظام عشاري إلى قيمة تماثولية والتي توفر قيمة التيار الخروج إي سارتي يعني هذا كما لوول مي وش يول ما خاشتعه ومش التوتر ما خاشتعه والتيار هذا بنسبة سؤال رقم واحد رحوا السؤال رقم اثنين سؤال رقم اثنين طلب مننا حساب التيار موافق لأرقام تلي طلب رقم سفر صفر واحد واحد صفر واحد واحد زيرو واحد زيرو واحد 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 زيرو بنظام ثنين اجمع هذه القيمة نعطاها لكم بنظام ثنين واش طلب منكم؟ قال لك كل رقم اعطيه لقيمة التيار موافقة له حيضو خطوة التيار تساوي كوانتوم التيار وش يساوي السيفة فاس سيفة ثلاثة أومبير طريقة بسيطة اول حاجة وش ننضيره يا جماعة نخرج القانون علاقة المخرج بالمدخل اذا المخرج وش يهو؟ هو إي سورت اذا مش نقوله إي سورت وش يساوي؟ بعد ما خرجت هذا القانون تقدر تحسب كل شيء ببساطة سأرجع لك أحسب تيار موافقة لكل رقم هيا جماعة نبدأ بأول رقم أول رقموشي هو بنظام ثنيني سيفة ثنين واحد إذا إصارتي هنا وش يساوي جماعة؟ يساوي يساوي سيفة فاسة ثلاثة اللي هي كوانتوم بتاع التيار أعطاها لي في واش في القيمة الرقمية القيمة الرقمية سيفة ثنين واحد بنظام ثنين جماعة في هذه الحالة وش لازم نديره؟ لازمنا هذه القيمة نحولها نظام عشر ولا تقدر تحسب بها بشرط وش تقول؟ سيفة فاسة ثلاثة في واحد زيت سيفة ثلاثة في واحد زيت سيفة ثلاثة في زيرو زيت سيفة ثلاثة في زيرو مع أن تتوزحها لك كل أرقام تاع نظام ثنيني بهنا نسهل الخدم وش نديره؟ إذا هذي وش تساوي؟ تساوي سيفة فاسة ثلاثة وهذا النظام الثنين حوله نظام عشر سيفة صيفة واحد واحد بنظام عشر يش تساوي؟ تساوي رقم ثلاثة. اذا في ثلاثة. اذا. وتساوي صفر فاصل صفة تسعة انبير. هذي بنسبة لاش؟ قيمة التيار عند رقم اللي هو رقم ثلاثة بنظام عشيري ولا رقم صفة صفر واحد بنظام ثنائي. رحوا رقم الثاني. الرقم الثاني اللي هو صفر واحد واحد صفر. اذا شو يساوي? يساوي كواندوم بتاع التيار اللي عندي صفة صفة ثلاثة. في ماذا? في هذا الرقم بنظام ثنائي. بعد هذا النظام ثنائي نحوله الى نظام عشري. اذا مش تصوي سفا سفا ثلاثة الكوانتوم في واحد واحد زرو هي رقم ستة بنظام عشري. اذا مش تصوي تصوي سفا ثمونتاش اوان به. هذا بنسبة اه قيمة التيار عند رقم سفر واحد واحد زر. رخوا عند قيمة واحد زروا واحد. اذا اصرتي ماذا يساوي? يساوي كوانتوم تعتدي مهم لقداء الثابت. هو سفا ثلاثة. في ان ماذا تساوي 1001 بنظام ثونائي كي نحولوها الى نظام عشير وش تساوي 0.3 كوانتوم تيار في تسعة اذا هذه بنظام ثونائي تساوي تسعة بنظام عشير وكي نحسبوه ايش نلقوها نلقوها 0.27 اناكم تلاحظوا باللي اسئلة بسيطة في المستبدلات ما هو هيتبدل ولو هذي طريقة طرح الاسئلة في المستبدلات رحوا يصورتي عند رقم عند رقم 1.1.1.0 اذا ايصورتي وش يساوي كوانتوم تيار 0.3 في الرقم بنظام ثونائي هذا رقم بنظام ثونائي وش لازم دي تحولو الى نظام عشيري اذا ايصور سيف فاصل ثلاثة في هذا وش يكفي في نظام عشيري كيف هو رقم اربعة عشر وكي نحسبوها وش نلقو نلقو ايصورتي في هذه الحالة يصير سيف فاصل ثنين وربعين اومبر اذا هذا وش هو جماعة عبارة عن مستبدل رقمي تماثلي يحول قيمة رقمية تتكون من اربع ابيات الى قيمة تماثلية تمثل تيار ايصورتي هذا بنسبة سؤال رقم اثنين جماعة زينا بنزيد ونفهم اكثر 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 عزيت عطيتكم مثال اثنين في تمارين الرقم اثنين اعطى لنا مخطط الوظيف لمستبدل رقمي تماثلي لماذا؟ لانه مداخل تعبارة عن قيمة رقمية والمخرج تعبارة عن قيمة تماثلية تتعلق بالتوتر في اوت سؤال واحد ما هو النوع هذا المستبدل؟ سؤال اثنين احسب كوانتوم علما ان رقم اللي يحتوي على ثم ابيت بنظام ثنائي وكافئه في اوت يسوي 17.4 فوط طلب منكم هنا تحسبوا كوانتوم ثلاثة احسب قيمة رقمية ان بنظام عشر علما ان في اوت في هذه الحالة تسوي 7.9 فوط سؤال الاخير احسب قيمة توتر المخرج علما ان ان يسوي 128 بنظام عشرية وش هي القيمة في اوت في هذا الرقم سيجمع نبدأ باول حاجة هذا هو عبارة عن مخطط وظيف لمستبدل رقمي تماثلي وظيفة تحويل قيمة رقمية ان الى قيمة تماثلية والتي توفر قيمة توتر خروج في اوت ثاني حاجة ثاني حاجة طلب مننا حساب كوانتوم علما ان رقم نظام ثنائي يساوي كذا يكافئه في اوت في هذه الحالة يساوي 17.4 فوط جماعة طريقة بسيطة جدا اول حاجة ديما نكتبوه المخرج وش يساوي اذا في اوت ماذا يساوي يساوي بما ان المستبدل رقمي تماثلي يتغير بالتواطر فانه يساوي كوانتوم الجهد كي في وان من بعدها جماعة وش طلب مننا هو طلب مننا حساب كوانتوم في اذا كي في وش تساوي تساوي في اوت على ماذا على ان من بعدها كي لقينا هذا القانون شو نحن نديرو تطبيق عددي وما تنساوش الان نعوضوها بنظام عشري هنا نعطيها هنا بنظام ثنائي اذا ماذا يساوي يساوي واحد صفر واحد صفر واحد واحد صفر من نظام ثنائي بعدها كي نحاولو نظام عشري وش نجلوها 174 من نظام عشري جماعة لي ما اش طريقة بسيطة جدا يروح تفرج الفيديو حي صار رقم 33 بالضبط توقيت 22.14 ثانية ستجد طريقة تحويل من نظام عشري الى ثنائي ومن ثنائي الى عشير ولا ستعمل على حاسبة هاي نكمل جماعة اذا انا وش رح نحوص احن نحسب كوانتوم في خطوة التوتر اذا خطوة التوتر ماذا تساوي تساوي في اوت قد اعطيها نعطيها 17.4 فولت على ماذا على 174 اذا كوانتوم تعال التوتر يشتاوي 7.1 فولت وهنا كوانتوم يقداره ثابت غير متغير اذا كون يتغير في هذه الحالة يتغير الجهد والجهد والجهد المقيمة الرقمية رحوا سؤالي بعد ثلاثة طلبة منها حساب قيمة رقمية بالنظام عشري علما ان الجهد في هذه الحالة يساوي 7.9 فولت بنفس الطريقة نخرج القانون قبل هذي لنا بلي كوانتوم في ساوي 7.1 فولت نحسب كل ارقام به وعندنا بلي في اوت شو يساوي يساوي كوانتوم التوتر خطوة التوتر في اعطيها انا وش رح نطلب ان نحسب في هذه الحالة حاب نحسب اعطيها اذا انا ماذا تساوي ان تساوي في اوت على كوانتوم في اذا انا ماذا يساوي جماعة يساوي الجهد اللي اطاهلي في المخرج 7.9 فولت على كوانتوم في وش يساوي 0.1 فولت وكي نحسبوها انا وش نلقوها نلقوه 79 بنظام عشري اذا وش نقول في هذه الحالة القيمة الرقمية التي تماثل في اوت يساوي 7.9 فولت هي 79 بنظام عشري هذا بنسبة سؤال ثلاثة سؤال اربعة طلبة من حساب قيمة التوتر المخرج بطريقة عكسية علما ان قيمة رقمية 128 اعطينا قيمة رقمية بنفس الطريقة كوانتوم في وش يساوي نحصل في فاصل واحد فولت ثاني حاجة نكتب القانون دي من اللي نحصل به في اوت ش يساوي كوانتوم التوتر في القيمة الرقمية اين من بعد هنو ش طلب منا طلب منا قيمة قيمة التوتر مع انتها نعوضه مباشرة اذا في اوت ماذا يساوي يساوي كوانتوم في اللي نحصل في فاصل واحد فقيمة الرقمية اعطينا 128 اذا في اوت ش يساوي يساوي 12.8 فولت اه جماعة كنا ملاحظة اخرى قادة يقول لك احسب اكبر قيمة للتوتر في خروج في هذه الحالة وش هي اكبر قيمة للتوتر في خروج لما بي واحد بي بي ثلاثة بي ربعة بي خمسة بي ستة بي سبعة كامل يساوي وحدة منطقية كي تحولو نظام عشياري تلقوا اكبر رقم وش هو هو ميتين وستة وخمسين هو ميتين وستة وخمسين اذا اكبر قيمة لي في اوت وش هي هي سيف فاصل واحد كوانتوم في ميتين ستة وخمسين وتلقوا قيمة انتها باذن الله اه جماعة روحوا لي بعدها لي بعدها كما شفنا مستبدل رقمي تماثلي قادة يعطي لك مخطط الوظيفة التاعو وشرحناه بالتفصيل ثاني حاجة فش قادر يميد لك قادر يميد لك خاصية التحويل لمستبدل رقمي تماثلي هذه الخاصية باستخدام في سورتي بدلالة الآن جماعة زينا لوكن يسئلكم سؤال ما نوع هذا المستبدل كيف تعرفوا اسكم مستبدل رقمي تماثلي ولا تماثلي رقمي طريقة بسيطة جدا اللي يكون مكتوب في محور فواصل هو المدخل واللي مكتوب في محور تراتيب هو المخرج كما اجمع بها ما تنسوش تفكروا الدوار اللي رقم تقرأوا فيهم المحور التراتيب هو الـ Y هو المخرج والـ X يجي في المحور فواصل X هو المتغير ولا المدخل والـ Y هو المخرج اذا 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 وش هو نوع هذا المستبدل اذا هذا مستبدل وش هو رقمي مدخله رقميا ومخرجه قيمة تماثلية قبل شفنا شفنا قوانين نحن نزيد ومدخله قانون جديد ونربطه مع القانون اللي ولي عرفنا اذا هنا في هذا الخاصية التحويل وش لازم تعرف لازم تعرف مقادير المقدار الاول وش هو هو الجهد كامل سلة هذا كامل وش يسميه جماعة سميه جهد كامل سلة موش يسميه VFS يعني اكبر قيمة لمدها التوتر هي وش نسميها جهد كامل سلة اين هو الخطوة هنا اذا ركزوا معي ملحشتو هذه يا جماعة درجة هذه درجة وش نسميه اسموها كوانطوم تاع الجهد واش معناته ما بين رقم صفر صفر وصفر صفر واحد يتغير بهذا المقدار وهذا المقدار التغير يسميه خطوة التوتر اذا هذي درجة وش هيو كوانطوم V وهذا من بداية من صفر حتين اكبر قيمة سميها جهد كامل سلة لو كان نسألكم سؤال جماعة كيف تساوي كوانطوم V دلالة VFS كانت جماعة يقولي يا استاذ يساوي 2 فولت وي اركز حيه تخيل لو كان ما يعطيكش قيم هذا ويعطيك غير قيمة الكوبرة ويقولك احسب كوانطوم V احسب خطوة تغير ما بين رقم ورقم اذا طريقة بسيطة جدا وش هتقولي يا استاذ قولي كوانطوم V ماذا يساوي يساوي طول هذا 14 على ماذا على 7 كيف عرفتها السبعة جماعة شوف هذا الطول نحسبونا نحسبو الدرجة شوف 1 زوج 3 4 5 6 7 ولا نحسبونا 1 زوج 3 4 5 6 7 اذا هنا وش نقوله كوانطوم جهن ماذا يساوي يساوي الجهد الكامل سلم على على 7 ويساوي 2 فولت بس هلو كان نسئلكم سوال اعطوا لي للقانون العام عدد لي نخدم به ديمة القانون العام وش يساوي كي يعطي لك ميزة التحويل كوانطوم V وش يساوي جهد كامل سلم على 7 سبعة نكتبها بدلالة 2 أس آن سبعة وش تساوي جماعة تساوي 2 أس ثلاثة ناقص واحد بس كعليها هجماعة شوفوا معي الرقم هذا كده في بيت في ثابيات وش يساوي 2 أس آن معانتها 2 أس ثلاثة ثمانية بصعنا ما لقيتها اشتا تقسيم ثمانية لقيتها سبعة اذا سبعة بنسبة لثمانية هي تساوي 2 أس ثلاثة ناقص واحد وهذا هو العبارة العامة لكوانطوم V إذا نجمع وش تلاحظوا 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 قده ولا عدنا قاد ننظرك ولا عدنا زوج قواني إذا وش يوم زوج قواني إذا كوانطوم في المستبدل رقم 8 وش تساوي إما تساوي VFS جهد كامل سلم على 2 أس آن أن هذي شي عدد الأبيات رقم في نظام ثلاثة ناقص وكل ناقص واحد ولا وش يساوي كما شفناها من قبل يساوي Vصارتي على قيمة رقمية آن وهذه المساوات تسهلنا كل شيء وتقلبنا كل شيء بس بوسع إذا والآن نجمع صغير هذا الشيء هي عدد الأبيات سوف نعطيكم مثال رقم ثلاثة في مثال رقم ثلاثة في مثال رقم ثلاثة أعطانا ميزة التحويل وطلب مننا ما هو النوع هذا المستبدل واثنين قال لنا أحسب توتو كامل سلمة هنا طلب منك تحسب VFS كما كنت تعطيش معها ما أعطيتكم ولو ما أعطيتكم لا VFS لا كوانطوم لا حتى حاجة مي قانون هذي المساوات لدرنها راحين نستغلوها ونلقوا كل شيء بسيط وش قال لكم؟ قال لكم أحسب توتو كامل سلمة علما أن كوانطوم في أعطاها لك تساوي ثلاثة هيا نبدأ وش معا أول حاجة قال لكم ما هو النوع المستبدل؟ بها نعرف نوع المستبدل ونشوف شكن جاي في المحور الفواصل شكن جاي في المحور الفواصل هو أن معنتها القيمة الرقمية هي المدخل وشكن جاي في المحور الترتيب اللي هو توتر قيمة تماثلية إذن وش هو المستبدل؟ مستبدل رقمي يحول قيمة رقمية إلى قيمة تماثلية إذن ماذا نكتب؟ ما هو النوع المستبدل؟ هو رقمي تماثل ووظيفة تحويل قيمة رقمية أن إلى قيمة تماثلية والتي توفر قيمة توتر الخروج في سارتي ثاني سؤال طلب من حساب توتر كامل سلم علما أن كوانتوم في ماذا يساوي يساوي ثلاثة فضل إذن VFS الجهد كامل سلم ماذا يساوي نكتب العلاقة التي كتبناها من قبل إذن كوانتوم في ماذا تساوي تساوي إما تساوي VFS جهد كامل سلم على ثنين على عدد الأبيات عدد أبيتنا ثلاثة يكون ناقص واحد ولو شي يساوي يساوي V سارتي ويعطي قيمة الموافقة لها رقميا هذا هو القانون من بعد هذا القانون نجمع يجب أن نوصل إلى القانون النهائي ومن بعدها ندير تطبيق عاد من بعدها كوانتوم في ماذا يساوي يساوي VFS على ماذا ثنين الآن لدينا كين بيت كينيث أبيت معنا ثنين أو ثلاثة ناقص واحد ويساوي VFS على آن وفي دلس الوقت أجمع أن أعطيكم في تكرار باهتشفاء القوانين ووش يحييك فيكم وعشر تقائق أربعة ساعة بعد كثير لماذا ستجدوا مشكل مع المستبديلات إذا كوانتوم في ماذا تساوي جماعة إذا VFS ماذا تساوي تساوي VFS على سبعة وتساوي Vsorti على N من بعد أجمعك وصلت هذه العبارة النهائية من بعد ألعب لعبتاك وماذا معنتها إذا طلب منك كوانتوم V وعطالك VFS كوانتوم V وما يساوي VFS على سبعة تقالية نتيجة إذا طلب منك VFS وما يساوي كوانتوم في سبعة ولا VFS ماذا يساوي جدا طرفين في جدا وسطين وماذا يساوي VFS يساوي سبعة Vsorti على N ولعب لعبتاك رياضية كل شيء يولي لك بسبوسة إذا جماعة إذا طلب مني VFS ماذا يساوي VFS شكوون لي عندي قيمة وعندي كوانتوم V ما عندها نكتبه بدلالة كوانتوم V إذا في أبا هس ماذا يساوي يساوي سبعة في كوانتوم V يساوي كوانتوم V في سبعة ممكن نضربها كوانتوم V أعطينا سبعة نضربها في ثلاثة وتساوي كوانتوم V جماعة عذرا أعطينا ثلاثة فولت في سبعة وتساوي واحد وعشرين فولت هذا بنسبة تمانين رقم الثني باز لدي تتفهموا إذا أعطيتكم مثال رابع بما رجاء ما تنسوش مستبدلات وتقولوا تشوفوا فيها هي أسهل درس هيا رقز معي ملاحج معا في التبرياء رقم كل الججائي في المحوى التراتيب تيار معانتها مستبدل رقمي تماثولي يحول قيمة رقمية تحتوي على ثمانية أبيات إلى قيمة تماثولية وهذه القيمة تماثولية جماعة متعلقش بالتوات ونعطينا بالتيار معانتها كوانتوم هنا ما نقول كوانتوم V كوانتوم A فمعانتها خطوة التيار نبدأ في الأسئلة ما هو النوع المستبدل 48 ميلي أمبر هيا جمعنا بنوحة التمارين أول حاجة ما هو النوع المستبدل هو رقمي تماثولي ووظيفة تحول قيمة رقمية N تحتوي ثمانية أبيات إلى قيمة تماثولية والتي تتمثل E-30 سؤال الثنين طلب مننا حساب خطوة كوانتوم التيار يعني أول حاجة نخدم هذه المساوية ونعوض كل شي وبعد آخر حاجة نخدم فيها هي الحسابات ما تقلق أحكم بالحسابات إذن كوانتوم E وش لقينا قانون تاحها قبل قلنا كوانتوم V هنا كوانتوم E وش تساوي ما نقول وش تكامل سلم بس كوانتوم نخدم بالتيار تيار كامل سلم EFS على ماذا على ثنين أس عدد الأبيات هنا كان بيت ثمانية ويساوي تيار E على قيمة الرقمية الموافقة لها إذن كوانتوم E ماذا يساوي E F أجمع تساوي E F على ماذا على الثنين نحن 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 ثمانية ناقص واحد وتساوي E S على A ومن بعدها E F أجمع نعوض قيمة تاو بس وعطينا يساوي 51 تاو كامل سلم على 256 ونقص 255 وتساوي S على N بعدها ألعب لعب كل شيء يريدك وماذا يطلب منك أن تحسبه كل بسرط وماذا يطلب منك أن تحسبه كل بسرط إذا كنتم تاو ماذا يساوي 51 على 255 وما نجده 0.2 ميلي أمبر لا تتعاوض بشارة بوحدة الدولة بما أن مقدار صغير ما أختمه بميلي أمبر نورما إذا كونتوم إيوشي سيف فاسدين ميلي أمبر وهذا مقدار ثابت ويمثل هذا المقدار لتغير ما بين رقم ورقم الذي يولي مع أنتها رقم مثلا صيفا 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 واحد سيتبدله بقيمة سيف فاسدين ميلي أمبر سؤال ثلاثة سؤال ثلاثة طلب من حساب قيمة التيار عند رقم 21 واشطلب منها إصارتي عند رقم عند قيمة موافقة 211 بنظام 20 بنفس الطريقة نزيل نعادل نفس الطريقة إذا كونتوم إيوشي ساوي يساوي إف اس كامل سلام على 2 ناقص واحد ويساوي إيصورتي على قيمة رقمية بعدها شوف ما تطلب منك هنا طلب منك إي اس إذا إي اس يجمع وشي ساوي إي اس وشي ساوي كننقل ن طرف ثاني إي اس وشي ساوي كونتوم إي في آن والله تقدر تكتب معادلة ثانية بدلت معادلة ثلاثة جداء طرف في جداء واسطة إي ساوي يساوي إي اف اس في آن على 2 ناقص واحد الحساب المقادر اللي يعطيها لك مباشر إذن بما أنه كونتوم إي عندي والآن نعطيها لي نعوض ب إي اس يساوي يساوي كونتوم إي ساوي 42.2 ملي أمبر إذا ما نقول عند رقم 211 بنظام عشري يوافق ها التيار إي ساوي 42.2 ملي أمبر رحوا لبعدها سعر الرقم الرابعة طلب من حساب قيمة N عند التيار خروج 48 ملي أمبر بنفس الطريقة نكتب القانون كونتوم التيار وشي ساوي EFS كامل سلم على 2 أس آن آن بعدها نشوف ماذا هو المجهول المجهول هو آن إذن أنوشي ساوي تحب تكتبوها بدلة كونتوم E-Sort إذن أنوشي ساوي أنوشي ساوي E-Sort على كونتوم أي كنتعوضها بهذا الشكل والله تخرجهم من معادلة هذه جدء طرفين في جدء وسطين تخرجها بدلة EFS بما أنو كونتوم إعطاها لي وبما أنو E-Sort إعطاها 48 ملي أمبير على الكوانتوم حسب أنوشي ساوي في هذه الحالة يساوي قيمة رقمية 240 من نظام عشر هذا بالنسبة السؤال 4 كل شي قاطل وكل بسبوس مستبديلات ما كان أسهل من هذه طريقة الأسئلة انتاح روحوا لبعدها جمعان مستبدلات رقمية تماثولية عرفنا من قبل ييمد ميزة التحويل وعرفنا بلي سهلة ولا قاطل مدلك مستبدل رقمي تماثولي على شكل دارة مندمجة اللي هي داك 0 ويسو والله نسميها داك صفر 800 هذا ما معنتها دارة مندمجة تعمل عمل مستبدل رقمي تماثولي هذه قيمة رقمية تحتوي على ثم بيات من بي ثمانية إلى بي تحول إلى قيمة تماثولية E out والله إلى قيمة تماثولية V out لك نحاول من تيار إلى جهد جماعة رقمي ملاحظة هنا في الأبيات هنا شكرا ال LSP هو بي ثمانية لك مثلا نقول لك خرج لحالة بي ثمانية و بي سبعة و بي ستة بنظام ثنائي ما تسرعوش ماشي بي ال LSP ووزن الأضعف إنما هي بثمانية هيا جماعة جماعة إذن ما هي حاجة جديدة يمد لك في دارة مدمجة بسيطة جدا إذن حاجة جديدة هي نحتاج V reference جهد المرجعي أو TIA مرجعي هذا ما نحتاجه إذن ما سنخرجه سنزيد خرج علاقة جديدة ونربطهم ببعض إذن بما أن هذا المستبدل يمد لمخرج اللواء E out إذن كوانتوم كوانتوم بتاع التي ماذا يساوي يساوي E reference على ماذا على 2 S N فقط هذا هو القانون الجديد إذن في المستبدل باستخدام دارة مندمجة الكوانتوم تيار ثاني كذلك عندها قانون جديد ماذا يساوي يساوي E reference على 2 N يساوي المقاومة في T ماذا يساوي الجهد على التي مع A reference لك تحسب V reference على A reference بكل بساطة وهنا عدد الأبيع تجمع تساوي 8 إذن تساوي 8 صحيح إذن مستبدل صفحة عامة نحضر بهذا القانون الكلي خطوة التي ماذا تساوي إما تساوي E reference على 2 N تساوي EFS على 2 N 1 إذا تساوي E reference 2 N إذا تساوي EFS 2 N 1 وتساوي E S T E Out و أعلى M هذه المساوات تخدمها في كل مستبدلات رقمية تماثلية بعدها جماعة يسأني أستاذ E reference كيف نجيب بما أن V reference يساوي E reference E reference إذا E reference يساوي V reference على E reference إذا تحسب E reference هنا سيمدلك جهد المرجعي وسيمدلك المقاومة المرجعية صحيح جماعة كما هنا مستبدل داك يمدلك يخدم تيارات قادر يمدلك يخدم بالجهود إذا بنفس الطريقة وش مالو نكتبو ما نكتب كوانتوم إي إنما كوانتوم توطر إذا كوانتوم E reference التي أعطينا هذه توطر المرجعي على ماذا على 2 E reference وإذا كوانتوم يمدلك V reference تساوي E reference في E reference وتساوي جهد كامل سلم على 2 E عدد الأبيات ناقص واحد والله تساوي V out على E إذن هنا جمع على حساب وش يمدلك في التارك إذا أطلب منك حساب تيار أختم العلاقة أو لا إذا أطلب منك الجهود منك أحسب الجهود وكينا حاجة مميزة مع ما بين Quantum E و Quantum V إذن ما هي العلاقة Quantum V و Quantum التيار قانون Ohm بنفس الطريقة كما نقول جهد يساوي مقاومة التيار وكما Quantum V و Quantum V و التيار في المقاومة Air و لديها طريقة قانون Ohm إذن أرى أن تفهم هذه القوانين ومثال لديه بسيط و لا يوجد إشكالية بعدها ترى هذا تمام و إن شاء الله يجب المستبدلات في الباكاري سأخذ مثال 5 في 5 أعطنا هذا التركيب الذي هو مستبدل تماثلي مستبدل رقمي تماثلي باستخدام دارة مندامجة داك ويسون زيرو ويسون فالأسئلة طلب مننا ما هو نوع المستبدل ثنين أحسب خطوة Quantum التيار ثلاثة أحسب قيمة التيار عندها رقم 120 أربعة أحسب قيمة N عندها التيار 0.456 أحسب التيار كامل EFS و المعطية تجمع طهنة V رفيرانس 10 كيلو أهم هيا جمع نبدأ تماثلي هذا البسيط نبدأ أول حاجة ما هو نوع المستبدل بما أنه عبارة عن دارة مندامجة داك زيرو ويسون وبما أنه تعطي له قيمة رقمية يعطي لك قيمة تماثولية إذن هذا المستبدل مستبدل رقمي تماثولي إذن مستبدل رقمي تماثولي باستعمال دارة مندامجة داك زيرو ويسون ووظيفة تحويل قيمة رقمية هذه القيمة رقمية تحتوي على ثمانية أبيات إلى قيمة تماثولية قيمة تماثولية وشيء هي E-Out سؤال الثاني طلب مننا حساب خطوة كوانتوم التيار وعطينا V-Refurance 5 وعطينا R-Refurance 10 كيلو أول حاجة نخدم المساوات هي الأول هي التي تسهل وشيء المساوات نخدم بتيارات إذا ماذا نقول كوانتوم التيار ماذا يساوي القانون الأول هو E-Refurance على 2 N فقط أو التيار كامل وسلم على 2 N ناقص 1 أو التيار الخروج على القيمة الموافقة الرقمية N من بعد ما نفعل هذه الآن نعوضوها بقيم تح أنا قط لها نقدر لدينا بيت في دارة مدامجة ثم أبي إذا كوانتوم E ماذا يساوي E-Refurance على 2 8 نجا 256 ويساوي EFS على 2 N 256 تنقص 1 255 وتساوي E-Out على N جماعة كنت خرج هذه المساوات مباركة عليك أرغب كل شيء عندك أي سؤال سأل لك ستجاوب عني بكل بساطة هيا نبدأ رح أول سؤال أحسب خطوة Quantum T إذا Quantum T إذا أعطي E-Refurance نحسب ها بهذا القانون إذا أعطي E-F-S نخدم بهذا القانون إذا أعطي E-Out N قيمة رقمية المو فتحسب هذا القانون بما أن أعطي E-Refurance و V-Refurance نحسب E-Refurance مع أن هذا القانون الأول يساعد إذا Quantum E وش يساوي E-Refurance مقاومة على التيار التيار ماذا يساوي جهد على المقاومة إذا وش نقول E-Refurance ماذا يساوي V-Refurance على المقاومة المرجعية هذه كاملة مع بعض وشتماد E-Refurance على 256 إذا Quantum E ماذا يساوي في هذه الحالة وتساوي 0.2 على ماذا على 256 نجمع هذه 0.2 من جبتها جبتها ملي جهد خمسة على 10 ويساوي 0.2 وبما أن المقاومة بالكيلو أوم مع أن هذه 0.2 ستخرج بالملي أومبر ويحب يخدم بالأومبر عادي إنما يخرج رقم طويل بزي فأنا خيرت للكوانتوم مدام أنه صغير نحسب ها بالملي أومبر إذا ماذا يساوي 0.2 على 256 ويساوي 0.019 ملي أومبر إذا خطوة التيار تساوي 0.019 ملي أومبر وهذا المقدار ثابت ويتحسب به ديما هذا بنسبة السؤال الثاني سؤال ثالث طلب مننا حساب قيمة التيار عند رقم 120 بلاس الطريقة جمعا نكتب القانون ونضع القانون قدامي ونلعب لعب ونرى كيف الإشكالية نتاعي ركز معامله إذا كوانتوم يساوي رفيروس 255 أو يساوي EFS 255 أو يساوي EOUT على N سؤال هنا وشي طلب منك طلب مننا حساب قيمة التيار عندها رقم 120 معند طلب مننا EOUT وان أعطيها 120 وكوانتوم E عندنا إذا كون قانون يستعمل في هذه إذا كوانتوم E يساوي EOUT على N أنا وشيح نحوص على EOUT إذا EOUT ماذا يساوي يساوي EOUT يساوي 228 ميلي أمبير إذا وشي القيمة الموافقة عندها رقم 120 إذا تيار الخروج يساوي 1228 ميلي أمبير هذا بنسبة لسؤال ثلاثة السؤال ربعة طلب من حساب قيمة N عند التيار EOUT يساوي 0.456 ميلي أمبير بنفس الطريق نكتب المساوية وبعدها من المساوية هذه وشيح نحوص على N أعطي EOUT وعندي Quantum E معنى نستخدم القانون الأخير مع Quantum E إذا Quantum E ماذا تساوي تساوي EOUT على N قيمة رقمية إذا N وشي قيمة رقمية وشي تساوي EOUT على Quantum E وتساوي EOUT قد أطهنا 0.456 تقسيم Quantum E حسبناها وشي لناها 0.19 إذا N ماذا يساوي كنحسب نحسبها نقوم 240 إذن التيار C.456 يوافق قيمة رقمية أن تساوي 2040 بنظام 20 هذا بنسبة سؤال رقم 4 جماعة قاد يجيكم سؤال وشي يقول لك يقول لك هذه القيمة الرقمية أعطيها لي بنظام ثنائي وأعطي لي حالة B8 و B7 و B6 و B5 فإذا الحال وشي نديروه 1240 حوله نظام ثنائي وشي نديروه تجد 1111000 وبعد يقول لك أعطي لي حالة B8 و B7 و B6 أول حاجة ركز يكون هو LSB اللي هو LSB الوزن الضعيف و بيت الضعيف اللي هو B8 إذن هذا الرقم لي LSB كما كنت ركز هو B8 إذن B8 يساوي 0 B7 يساوي 7 B6 0 B5 0 B4 1 B3 1 B2 1 1 1 1 هنا أعطي لي تعكس يجب أن تبعوه وثائق الصانع ويجمع هذا الكامل تعطيه من وثائق الصانع هذا بالنسبة لـ 80 رقم 5 ما زالنا سؤال آخر طلب مننا حساب تيار كامل سلم ما عندنا طلب مننا EFS أول حاجة نكتب المساوات إذن EFS يجمع اللي هو هنا EFS عنده قداء احتمال EFS نقدر نكتبه بدلات كوانتوم E إذن EFS يسوي كوانتوم E في 255 ولا نقدر نكتبه EFS بدلات E رفيرانس وما معنى 2056 في EFS وما يسوي 255 E رفيرانس ونخرج EFS ولا نقدر كذلك EFS على 255 يسوي E out على N إذن EFS ماذا يسوي يسوي 255 في E out على N وخدم طريقة التي تساعدك نحن أحسن الطريقة التي تساعدنا عندما عندي كوانتوم E حسبتها إذن كوانتوم E ماذا تساوي تساوي EFS على 255 إذن EFS ماذا يساوي يساوي كوانتوم E في 255 EFS ماذا يساوي تيار كامل سلم كوانتوم E لديناها 0.019 في 255 إذن تيار كامل سلم أكبر قيمة التي تساوي 0.4245 ميلي أمبير هذا كل شيء بالنسبة مستبدل رقمي تماثلي جماعة رحوا حاجة أخرى قد يأتيكم سؤال يقول لك أحصب التباين ولا دقة مستبدل رقمي تماثلي قانون التاحة بسيط جدا واشي هو القانون التاحة واشي يقول لك التباين ماذا يساوي يساوي 1 على 2 عدد الأبيات هذا ما كان واشي يساوي 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 1 على 2 8 وتساوي 1 دقة المستبدل تساوي 0.9 و3 هذه وشي يدقة المستبدل وبالطبع كل ما يزيد عدد الأبيات تزيد الدقة وكل ما ينقص عدد الأبيات تنقص الدقة هذا بالنسبة لماذا يا جماعة بالنسبة المستبدلات الرقمية تماثلية ورحوا لبعدها مستبدل تماثلي رقمي مع انته يخدم العكس تعالي هو كونفرتيسور آنالوجيك نميري جماعة رح نجيب فيه بضعة دقائق فقط لا أكثر ولا لا غير إذا المستبدل تماثلي رقمي يمشي بالعكس تعالي إذا المدخل تعالي هو قيمة تماثلي قادة تكون جهد وقادة تكون تير إذا نسميتها V-Input والله نسميها V-Entry والمخرج تعالي عبارة عن قيمة رقمية إذا وش نقول هذا من رمز تعالي وش تماثلي رقمي ولا وش قادة يمدلي قبل هذه قبل هذه إذن وش نقول V-Input ولا نقول V-Entry وش تسوي تسوي كوانطان تعالي الجهد في وش في نفس القانون إنما وش يتبدل في المستبدل رقمي تماثلي كنا ندير V-Out ولا V-Sorty وفي المستبدل تماثلي رقمي وش ندير V-Input ولا V-Entry تسوي كوانطان V في N هذا مكان ثاني حاجة كي يقول لك خرج للخطوة التوتر وش تسوي خطوة التوتر تسوي قيمة الجهد ولا قيمة تيار الدخول على ماذا على قيمة رقمية هذا يمتلك مخطط الواضح إذا نكتب القانون للمساويات بالنسبة المستبدل تماثلي إذا كوانطان V تسوي تسوي V input يعني جهد الدخول على قيمة رقمية جماعة وش قلنا كوانطان V وش يسوي V input جهد المدخل ولا تهيار المدخل على قيمة رقمية وقادر يمتلك الخاصية التحويل كيف تعرف مستبدل رقمي تماثلي تماثلي روح شوف المحور فواصل إذا محور فواصل بدلل وش بدلل رقم إذا وش نوع هذا المستبدل تماثلي رقمي إذا نجمع نخرج الجهد V F S إذا V F S يساوي رقم تلاحظ V F S يساوي 8 V ل نجمع نحسب كوانطم إذا كوانطم هنا لاحظ مع كوانطم مش كمال الأول نحسب كوانطم كان خلال V S نحسب 1 3 4 5 6 7 8 إذا كوانطم مش يساوي V F S على 8 وثمانية وش يمثل بنسبة 2 قوة N يساوي 2 قوة N فقط إذا كوانطم في المستبدل تماثلي رقمي يساوي V Input على N ويساوي V F S جهد كامل سلم على 2 قوة N فقط جماعة ركز مع فقط ماشي 2 قوة N ناقص 1 جماعة كين احتمال ثالث ويساوي مستبدل تماثلي رقمي على شكل دارة مدمجة ADC 0 804 ADC 804 ووظيفتها تحويل قيمة تماثلي V Input إلى قيمة رقمية بدلالة 8 أبيع في هذه الحالة القانون نجمع هذا وكيف هي نفسه وش نقول هنا كوانطم V وش يساوي يساوي V Enter على N ووالله V Input على N وتساوي VFS جهد كامل سلم على ماذا على 2 قوة 8 لماذا قلت 8 لأن عدد أبيع 8 2 8 يساوي 256 ومع بعض العب لعب وش يقول لك مثلا احسب كوانطم V ويعطي V Input و N تحسب ها قاد يقول كوانطم V ويعطي عدد أبيع تخرج هم من ها قاد يقول لك احسب لي قيمة الجهد الدخول ويعطي كوانطم V وقيمة الرقمية المواثلة قاد يقول لك احسب لي جهد كامل السلم ويعطي لك كوانطم V ويعطي V N و N كيف التماني اللي خدرنا نفسه ما حي تبدل أول وإنما هنا وش ينقص ينقص قانون على الأخر إذن وش نقول كوانطم V بالنسبة المستبدل التماثل الرقمي يسوي V input على N ويسوي جهد كامل السلم على 2 قوة N وبما أن عندي ثم أبيع 8 ومبرك عليكم هم المستبدلات رقمية تماثلية تماثلية رقمية بسيطة جدا أبسط منها ما كان وهنا جماعة زين كان حاجة لما قلت هاي كمش قاد يقول لك أحسب الدقة ولا التباين إذن R دقة ولا تباين وش يسوي واحد على 2 قوة N وبما N يسوي 8 يسوي 1 على 255 وحسب قيمتها وهنا عارك حسب تققت مستبدل وش هو تماثل رقمي وهنا جماعة وصلنا نهاية الحصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته